سلسلة تمارين جمع عددين أو أكثر المجموعة أصغر من عشرة أولاً خرجت رحاب في نزهة سحبة والدتها إلى الحديقة قبل الذهاب إلى بيت جدها أخذت رحاب تتجول في الحديقة وتلاحق الفراشات استعدت أربع فراشات مزركشة وثلاث فراشات صفراء ألف أحسبوا عدد الفراشات في الجملة كم زائد كم يساوي كم أحسنتم! هكذا تكون الإجابة أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة كم أكبر من كم؟ جيد جداً! الإجابة تكون هكذا سبعة أكبر من أربعة أكبر من ثلاثة ثانياً استلقت رحاب تحت شجرة التفاح تستمع إلى زقزقة العصافير شاهدت فوق الشجرة ستة عصافير وحمامتان ألف أحسبوا عدد الطيور في الجملة كم زائد كم يساوي كم ممتاز! الإجابة تكون كالتالي ستة زائد اثنان يساوي ثمانية باء أرتب أعداد العملية من الأكبر إلى الأصغر كم أكبر من كم؟ أكبر من كم؟ جيد! الإجابة هي ثمانية أكبر من ستة أكبر من اثنان ثالثاً أخذت رحاب نصيباً من الراحة ثم أخذت تقطف الأزهار وكوانت باقة لتهديها لجدتها ألف أخصبوا عدد الأزهار في الباقة كم زائد كم يساوي كم أحسنتم يا صغاري هكذا تكون الإجابة خمسة زائد أربعة يساوي تسعة باء أرتب أعداد العملية من الأكبر إلى الأصغر كم أكبر من كم؟ أكبر من كم؟ جيد جداً أحبة الصغار الإجابة تكون هكذا تسعة أكبر من خمسة أكبر من أربعة رابعاً فرحت الجدة كثيراً فذهبت صحبة رحاب إلى دكان العم صالح لشراء مزهارية لوضع الأزهار بدكان العم صالح منتوجات مختلفة أكون مجموعة الخوابي أكون مجموعة الأواني أكون اتحاد المجموعتين وأحصاب كم زائد كم يساوي كم ممتاز الإجابة تكون هكذا أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية خامساً فوق الرف مزهريات وصحون أحدد مجموعة المزهريات الكبيرة أحدد مجموعة المزهريات الصغيرة أكون اتحاد المجموعتين وأحسب عدد المزهريات كم زائد كم يساوي كم جيد جداً يا صغار الإجابة تكون كالتالي ثلاثة زائد ستة يساوي تسعة سادساً أعجبت الجدة بالأواني الفخارية المزخرفة فاشترت ثلاثة كؤوس وخمسة سحون ومزهرية واحدة أحيط بخط مغلق كل نوع من الأواني الفخارية التي اشترتها الجدة أكون اتحاد المجموعات الإجابة ألون الكتابة الجمعية المناسبة له ثلاثة زائد ستة يساوي تسعة ثلاثة زائد خمسة زائد واحد يساوي تسعة ثمانية زائد واحد يساوي تسعة ممتاز أحبة الصغار الإجابة تكون هكذا ثلاثة زائد خمسة زائد واحد تساوي تسعة سابعا بعد عودة رحاب إلى بيت جدها خرجت سحبة أبناء خالها إلى البستان وتعاونوا على قطف التفاح من الشجرة هذا ما قطفته أماني وذاك ما قطفته رحاب وذلك ما قطفه سامي أحسبوا عدد تفاحات أماني ورحاب معا كم زائد كم يساوي كم أحسبوا عدد تفاحات أماني وسامي معا كم زائد كم يساوي كم أحسبوا عدد تفاحات رحاب وسامي معا كم زائد كم يساوي كم جيد جدا أحبتي الإجابة تكون هكذا عدد تفاحات أماني ورحاب معا ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية عدد تفاحات أماني وسامي معا ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة عدد تفاحات رحاب وسامي معا خمسة زائد أربعة يساوي تسعة أرتب المجميع ترتيبا تصاعديا أحسنتم يا صغاري الإجابة تكون هكذا سبعة أصغر من ثمانية أصغر من تسعة